اكاديمية الشرطة تفتح ابوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في اعداد رجال الشرطة من هذا المنطلق استقبلت الاكاديمية اعضاء برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة قرابة مئتي شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة نظمت لهم الاكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش في تأكيد على اواصل الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الاخطار احتكاكهم بالطلاب اكاديمية الشرطة بيدي نوع من انواع الانتماء والولاء للوطن لازم شبابنا يعرف من بداية ما هو داخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه ايه؟ عشان يوصل ان هو يبقى ظابط يقدر يحمي بلده اعرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها وللتعرف على دور الاكاديمية في اعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات شهد الشباب وخلال جولة تفاقدية في محراب الاكاديمية امكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوات البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالاسلحة فضلا عن ميادين التدريب الفني الامنية على التخصص الوظيفي إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها شفت تدريبات صعبة وقصية بس هي بتطلع أسود أسود قادرة أنها تحمينا واتدفع عن بلدنا بيقدموا كمية مجهود عظيم وكمية مجهود وتدريبات كبيرة أوية وبتيرة جدا الطلبة وزمائلنا هنا في كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر بكرة وبعد ويقدروا لما يجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية اللي بره من اليوم ممتع جدا جينا تعرفنا عن حاجات ما كناش نعرفها عن الشرطة التدريبات عادنا تفرجنا على الشرطة تاريخ إنشاء الشرطة أول كلية شرطة تعمل في مصر وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة فاضلا عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفاعلية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لم تيجت اللي هم بيشوفوا المنظر الخارجي بس لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي ما بيشوفوش الإعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكفحوا فساد ينزلوا مصارح كريمة يقدروا يكفحوا إرهاب كل الكلام ده محدش يعرفه غير اللي زور الأكاديمية فعلا تجربة وخبرة كبيرة جدا لنا نحن نكتسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا أو أخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحافظوا على الوطن ويحموا الوطن وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصرح الأمني المتميز إسهاما منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم أنا شرف لها أن أكون موجودة في صرحة عظيم لأكاديمية الشرطة وأشوف الأبطال اللي بيتعاملوا عندنا في أرض الواقع في سينة سواء الشمال أو الجنوب وأشوف أن أرد تدريباتهم ويعيش معهم اليوم بالكامل ده فخر كبير لها ليتوح لك فرطة زي دي اللي تدخل مكان زي ده ويكون لك دور أو تواصل مع الناس الموجودة دي فده فخر لأي حد أصلا تظل أكاديمية الشرطة صرحا تعليميا وتدريبيا أمنيا متميزا ومتفردا إقليميا ودوليا بإمكاناته التعليمية واللوجستية يفخر الجميع بالانتماء لها كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهد إمكاناتها ودورها في إعداد رجال الشرطة ودعم القيم الإنسانية زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديمية الشرطة الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادرا على مواجهة التحديات الأمنية ويندرك ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري